أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل بمعالجة المياه والتريتمنت الوحدة الخامسة ونواصل تسجيل المقاطع اللي شرح محتوى هذه الوحدة تعريف طرق معالجة مياه الشرب وتناولنا من قبل طريقة التهوية وطريقة إزالة المواد العالقة وهنا نتناول إزالة المواد الغير عضوية تتم المعالجة في هذه الطريقة بواسطة الترشيح والترسيب والتهوية والأكسدة طريقة التبادل الأيوني العناصر الملوثة مع آيونات الصوديوم والهايدروجين كذلك دي طريقة أخرى وتسمى بالتبادل الأيوني وكما لاحظنا من قبل في بعض الآيون إكسجينج قسمناها إلى الكاتيون إكسجينج والآنيون إكسجينج يعني يتبادل على سطح الأيونات الموجبة في حالة الكاتيون في حالة الأنيون يتبادل على سطح الكيميات أو اللدائن الكيميائية chemical resins الأيونات الموجبة فقط امتصاص العناصر الملوثة بواسط الحديد المائي بأكسيد المنجينيز أيضا طريقة ثانية لهذه عزالة المواد الغير عضوية وكما لاحظنا الحديد المائي هو هذا الرمز هو هو السبعة ما اشتبه أكسيد المنجينيز هنا نلاحظ في هذه الرسمة بشكل واضح إنه الكالسيوم والماغنيزيوم هنا كالسيوم هنا ماغنيزيوم أو آيونات الكالسيوم والماغنيزيوم تكون ثنائية الشحنة الماء الغير معالج الماء الغير معالج الماء الغير معالج وهنا نرى في وحدات هذه الكرات الصفراء عليها النغاط السوداء باعتبارها أن هذه آيونات صوديوم نحاول التخلص من الآيونات الكالسيون الموجودة في الماء الغير معالج عن طريق تبادل هنا يعتبر الكالسيون إكسشنج أو التبادل الآيوني الموجب هنا هذا الآيون إكسشنج الرزينس اللي هي الكرات هذه الراتينيات للتبادل الآيوني أو اللدائن الكيميائية فيتم التبادل هنا أي آيونات الكالسيوم والماغنيزيوم تلتصق على الكرة هنا بشكل واضح الألوان الحمراء والصفراء هذه تلتصق على هذه الكرة أو تلتصق على اللدائن الكيميائية هنا اللدائن هذه والكالسيوم والماغنيزيوم هنا بشكل واضح تلتصق بالكامل وهذه النقاط السوداء هي آيونات الصوديوم صوديوم آيون في التريتي توتا أو هذا الماء المعالج آيون إكسجين صوفتنين يعني هذه طريقة تحلية الماء هذه الطريقة تحلية الماء عن تبادل الآيوني عن طريقة التبادل الآيوني الصوفتنين هو إزالة العسر يعني كلمة صفت عكس كلمة هارد فهنا إزالة آيونات الكالسيوم والماغنيزيوم من الماء يعتبر نوع من الصوفتنين أو عكس كلمة هارد ووتا والهارد ووتا هي الماء الذي لا يعطي رغو للصابون عند استخدامه في الغسيل لاحتباه على آيونات كالسيوم وماغنيزيوم وهذه الطريقة أخرى لإزالة المواد القير عضوية وبهذا ننتهي من هذا المقطع ونواصل في مقطع قادم